الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بشهر رمضان الأكرم والذي أكرمنا بليلة فضيلة مباركة إنها ليلة القدر والتي خلد سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه العزيز فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة المباركة لماذا عظمها الله تعالى ولماذا سماها ليلة القدر لأن قدرها عظيم وشأنها كبير وأيضا لأن العبادة فيها تحتمل أجرا وتوابا مضاعفا وقيل لأن فيها تقدر أقدار الخلائق في هذه الليلة المباركة الله عز وجل يكتب على عباده الأقدار للعام القادم من صحة ومرض من غينا وفقر من نجاح ورسوب من عزة وذلة ومن حياة أو موت الكل يكتب في هذه الليلة المباركة ربنا عز وجل أكرمها لماذا؟ لأن فيها وقع حدث عظيم وجليل وهو نزول القرآن الكريم من السماء إلى الأرض في هذه الليلة أمر الله تعالى جبرايل عليه السلام بأن يأخذ نسخة من اللوح المحفوظ لهو القرآن العظيم ونزل به إلى بيت العزة لهو في السماء الدنيا نزل به دفع واحدة ثم بدأ بعد ذلك ينزله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متفرقا منجما بحسب الوقائع والأحداث هذه الليلة المباركة ربنا عز وجل يقول إنا أنزلناه فيها تعظيم بمعنى أن القرآن الكريم هو المحتفى به نحن نصوم ونقوم الليل احتفاءا بنزول القرآن الكريم وكان أول ما نزل هو خمس صور من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هذه الليلة المباركة سبب منحها للأمة الإسلامية هو أن الأمم السابقة كانوا يعمرون كثيرا كان الرجل يعمر خمسمائة سنة ألف سنة يقال بأن فرعون عاش ثلاثمائة سنة ونوح عليه السلام لبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وهكذا دواليك لكن أعمار الأمة الإسلامية ضيقة بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك ربنا عز وجل أعطنا هذه النعمة وهذا الفضل فقال لنا ليلة القدر خير خير من ألف شهر ألف شهر هو 83 سنة يعني أفضل بكثير من 83 سنة حسبوها العلماء قال لك لا عشتغير تقريبا 30 سنة وكل ليلة في رمضان تقوم ليلة القدر سيكون عمرك أزيد من ستلاف سنة أنت عمرك ستنعام لكن تبعت عند الله يوم القيامة وعمرك تجاوز ستلاف سنة بمعنى أن أعمار أمة الأمة الإسلامية ستكون الأطول والأكرم والأبرك هذه الليلة ما يقع فيها ربنا عز وجل يأمر جبريل لوقت أمين الملائكة وأمين الوحي وقائد الملائكة جبريل عند سبعمية جناح وكل جناح يمثل السلطة وجناح واحد لو ضرب به هذا الكوكب الأرضي لا سرى ترابة ينزل سيدنا جبريل في كابة من الملائكة أي في جماعة من الملائكة الملائكة أطهار نورانيين لماذا ينزلون؟ لكي يسلموا ويدعوا ويباركوا لكل من كان ذاكرا لله قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو قائما كل من كان في عبادة إلا ويسلمون عليه ويدعون له ويباركون له في هذه الأيام المعظمة هذه الليلة متى هي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يالله كان يخبرنا أين هي هذه الليلة فادخلوا عنده وحد جزء الصحابة وبدأ أن يحتقان كلك يقول حقي حقي فدخل بينهم الشيطان وغاضبا فإذا بالنبي الكريم قال نسيتها الله تعالى سلبا منه ولم يعرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما بعد الصحابة ألحوا عليه يا رسول الله أي ليلة في رمضان فقال لهم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان فبدأ الصحابة يجتهدون في العشر الأواخر كلها الوترية والشفعية إلى أن جاء يوم أمنا عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله دلني عليها فقال لها التمسوها في العشر الوترية من رمضان هي الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين لكن لماذا الناس يقومون بالسابع والعشرين لماذا؟ يقال بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء صحابة أشفروا أمنامية تعاقبت فيما بينهم فأخبروا بها النبي الكريم قالوا رأيناها ليلة السابع والعشرين قال هي تلك وقيل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في لحظة مع النبي فقال إلا علها السابع والعشرين وسيدنا أبي بن كعب الحافظ للقرآن الكريم أقرأكم للقرآن أبي قال والله إني لأعلم أي ليلة هي إنها ليلة السابع والعشرين شمسها تطلع لا شعاع فيها فالعلماء قالوا هناك علامات لهذه الليلة المباركة أولها لا تكون شمسها الغدله لا تكون في شعاع حار ولا تكون في الرياح ولا قواصف ولا عواصف ولا تكون في السكينة والطمأنينة في القلوب والأرواح والناس يشعرون بنشاط زائد في غير أيام رمضان ووحدة النورانية تشع في هذه الليلة بسبب النور دي الملائكة هنا أمنا عائشة قتله يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قلق فيها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني ماذا يستحب في هذه الليلة؟ الإنسان ذاك الليلة أدناتكم إن شاء الله نهر لإثنين أشغالي للإنسان ذاك الليلة إن أسق بعد العصر إن أسق شوية يأخذ طاقة دياله يشبع من النوم باش يستعد للقيام من اللي يفطر يأخذ فطور خفيف يستحب أن يستحم ويلبس أجوة تياب ويتعطر ثم يبكر للمسجد أثناء العشاء غاد يلقى المؤمنين والمؤمنات سبقوه للجامع آنذاك غاد يبدأ بذكر الله أجمل شيء نبدأ بالاستغفار مئة مرة لأن الاستغفار الله عز وجل يزيل عنك الصدق اللي كن في القلوب بعد ذلك أبدأ بالصلاة على النبي مئة مرة لاش؟ باش أعطي الله الحلاوة دي العبادة اللي كيشعر بالملل وما كيشعرش بحلاوة العبادة باش يجيبها يصلي على النبي الكريم وكيعطي الله حلاوة العبادة ثم يبقى مع المؤمنين والمؤمنات في الصلاة وغير في الاستراحة المؤمن والمؤمنات كيقلسوا للذكري والمذاكرة دروس الوعظ والإرشاد إلى غير ذلك جميل أنه يستحب مع مصحف وسبحة من اللي يسالي من الصلاوات والقيم والرقوع يقرأ المصحف الشارف إلى تعب من المصحف الشارف يشهد سبحة يذكر الله تعالى لا يضيع لأن كل لحظة فيها أجر وتواب ومن لسنة شي كله يرفعي دي السماء ويقول لأدعية لأن في هذه الليلة الله تعالى يعطيك ما تريد اللي كان مارض وسقيم العلاج يأتي هذه الليلة بالصحة والشفاء العاجل اللي كان فقير الله يعطيه الغنى والمال الوفير في هذه الليلة المباركة اللي كان متزوج وديما في السراع وخصام في هذه الليلة يعطيهم الله المودة والرحمة اللي كان عازب أو عنده بوار الله تعالى يرفع عنده الموانع ويختار له الأنيس والرفيق والحبيب المبارك اللي ما عنده وليدات الله تعالى يعطيه الحمل القريب اللي عنده أولاد وأشقياء ربك يهديهم في هذه الليلة ويعطيهم الصلاح أكثر من الدعاء 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 ولا ننسى الأموات الأموات دينا ما نسوهمش لأن في القبور دينا ما نديني ديهم ندعي لهم بالرحمة والمغفرة لا بس ما نزورهم في هذه الأيام في المقابر ونحترموا أداب القبور ومأقرة الشريعة الإسلامية لندخلوا المملكة الأموات سلامنا عليكم أهل قوم مؤمنين أنتم الصابقون ونحن اللاحقون اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم وندوم عن شويذ المال ركي جمعتم الفقراء والمساكين لا بأس نصدقوا عليهم ونوسوا على الفقراء والمساكين شهر الصيام والقيام والموسط وهكذا سنكون إن شاء الله تعالى حصلنا على أجر وفير لهذه الليلة حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بعض العلماء يأكدوا بأن هذه الليلة رفعلا هي السابع والعشرين علماء معاصرين لهم مختصين فيما يسمى بالمنطق الرياضي في القرآن الكريم القرآن الكريم رياضيا كان في سروبه الآيات مثلا سورة القدر عدد آيتها أو عدد كلماتها ثلاثين كلمة إنا أنزلناه في ليلة القدر إلا حسبناها ثلاثين كلمة والشهر في ثلاثين يوم إلى أن قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر كلمة هي هذه زائدة كيقول العلماء لو قال رب العزة سلام حتى مطلع الفجر لكان الكلام مستقيما فلماذا ربنا عز وجل حشر كلمة هي في السياق قال لك هي هي رقم 27 سلام هي فهذا أرجح بإذن الله تعالى أسأل الله الكريم أن تقبل منا ومنكم أجمعين اللهم تقبل منا سيام رمضان وقيام لياليه وختم القرآن اللهم وفقنا لقيام العشر الأواخر على الوجه الذي يردك عننا واكتب لنا في ليلة القدر أوفر النصيب واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأحبابنا من النار واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة